وفي الأرض المقدسة احتفلت مؤسسة البابا بولوس السادس الواقعة في مدينة بيت لحم بيو بيليها الخمسين بقداس ترأسه غبطة البطريار بير باتي سابت سبالة بطريارك القدسي للاتين وقد شارك في الاحتفال الذي أقيم في كنيسة المؤسسة عدد من الأباء الكهنة والرهبات والمعلمات وأطفال المؤسسة وبعد القداس الذي حضره عدد من الشخصيات الدينية والرسمية تمت دعوة جميع الضيوف إلى حفل استقبال أخوي ولدت فكرة إنشاء هذه المؤسسة عندما زار البابا بولوس السادس الأرض المقدسة وأثناء حجه لاحظ العديد من الأطفال الصمي والبكمي في فلسطين يحتاجون إلى خدمة طبية فقرر إنشاء مؤسسة خاصة بهم تضم مدرسة مجهزة بمعدات علمية مناسبة وحديثة وقد تم توفير التمويل اللازم بفضل التعاون مع دعثة الباباوية في فلسطين من خلال القاصد الرسولي في القدس وتضم هذه المؤسسة الآن حوالي 180 طفلاً من الروضة إلى المرحلة الثانوية ويقدموا لكل منهم برنامج تعليمي شامل وأعادة تعليم صوتي إضافة إلى العديد من الخدمات